اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بعيد عما ورد وتأكد في الكتاب والسنة وكل ما ذكر على الأقل فيه رأيان لأنه فقه ورأي وليس دين وشرى وستقسم المواضيع إلى ثمانية مجموعات سنقوم بعون الله وفضله بتخصيص موضوع أو موضوعين لكل حلقة ندعو الله أن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه عسى أن نفيد ونستفيد ورجاء من حضراتكم الدعاء لي والوالدي بالرحمة والسؤال هل يجب توحيد مطالع الأهلة على كل المسلمين أم ممكن التعدد؟ فيه سلاسة آراء تتوحد عالميا قال به الحنفية والحنابلة والظاهرية والرأي أن رؤية الهلال على مستوى الأرض يلزم سائر أهل الأرض بالصيام ودليلهم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وهو أمر لكل المسلمين كافة الرأي الثاني تتوحد إقليميا وليس عالميا قال به الرأي المالكي وبعض من الشافعية والرأي ليس كل المسلمين ولكن تقارب الدول الرأي الثالث تتعدد المطالع قال به الشافعية والرأي أن لكل دولة لها رؤيتها المستقلة وصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته يقصد به لكل مجموعة تكون شعبا واحدا وهذا ما هو متبع حاليا إنا جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا سؤال ماذا يفعل النزيل على بلد يخالفه في التوقيت؟ فيه رأيان يتكيف مع بلد النزول لحديث في السنن الترمزي الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون الرأي الثاني يلتزم ببلد بدء الصوم استنادا على من دخل المسجد ولم يصل مع الجماعة وقد صلىها قبلا في مكان آخر فاستنقر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ذلك سؤال ما هو وقت الإمساك عن الطعام لبداية يوم الصيام؟ فيه رأيان الرأي الأول وقت الفجر الأبيض قال به جمهور الفقهاء لقوله تعالى قلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر الرأي الثاني وقت الفجر الأحمر قال به حزيفة وأبو موسى الأشعري استنادا إلى حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلوا واشربوا ولا يهيدنكم الصاطع المصعد وقلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر والأحمر هو الفجر الأحمر أن يكون النهار إلا أن الشمس لم تطلع سؤال ما هو وقت الإفطار مع نهاية يوم الصيام فيه رأيان مع غروب الشمس وبمجرد آزان المغرب قال به جمهور الفقهاء الرأي الثاني الظلمة وتشابق النجوم لقوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل فلابد من ظلمة سؤال ما توقيت الصيام في البلاد التي يطول نهارها أو يقصر على غير العادة فيه أربعة آراء التوقيت الواقع غروبا وفجرا حسب البلد يؤخذ به على سبيل القياس وهذا قدر من يعيش في هذه البلاد ولو كان الصيام عشرون ساعة أي يلتزم بفجر البلد وغروبها لتحديد صيامه بداية ونهاية الرأي الثاني يؤخذ بتوقيت أقرب البلاد اعتدانا للمناخ حتى ولو كانت الشمس ما زالت ساطعة وقال بهذا الرأي جمهور الفقهاء الرأي الثالث توقيت مكة قال به أحد مشايك الأزهر السابقين الرأي الرابع توقيت الاستطاعة وتقدره أنت حسب استطاعتك سؤال ما توقيت راكب الطائرة شرقا وغربا فيه خمسة آراء حسب بلد ابنية أي البداية الرأي الثاني التزام بتوقيت مكة الرأي الثالث التزام بتوقيت بلد الإقامة من وإلى الرأي الرابع الاجتهاد الحر الرأي الخامس المسافر أصلا مرفوع عنه تكليف الصوم إلى اللقاء في الحلقة القادمة والثالثة وهي عن مبطلات الصوم دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر